لسه مكملين كلامنا عن الرياضة وخلينا نقول أن نتائج الفرق المصرية في البطولات الأفريقية للأسف كانت مخيبة للأمال سواء على المستوى للأندية أو منتخب الشباب وكان فيه لسه أمل يمكن نبني عليه يعني تعادل الأهلي مع سانداونس في قاهرة في بطول الدوري أبطال أفريقيا يمكن سعى بالأمور شوية على النادي الأهلي إلا أنه لسه عنده فرصة في المباريات الأربع الجاية بشرط الفوز فيها أو على الأقل يتعادل مع سانداونس في مباراته الجاية في جنوب أفريقيا والفوز في ثلاث مباريات الجاية صحيح يا بساند الزمالك أيضا في موقف صعب ومعقد جدا خاصة أنه بيتزايل هذه المجموعة اللي بيلعب فيها برصيد نقطة واحدة من أصل الثلاث مباريات على نادي الزمالك أنه يفوز في المباريات الثلاثة اللي جاية وأن ينتظر أيضا نتائج الآخرين لو تكلمنا برضو عن الأداء غير المتوقعة لمنتخب الشباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب خلينا نحلل هذه الظاهرة ليه؟ يعني أهم الأيقونات أو التيكونز الرياضية اللي عندنا لأهلي الزمالك حتى منتخب الشباب اللي منراهن عليها حصل إيه؟ الأسباب نقدر نتعافى إزاي؟ بصحبتنا النهاردة النقد الرياضي عبد العزيز أبو حمر في ستوديو صباح الخير مصر التعليق على كل هذه الأشياء صباح الخير فاند صباح خير أهلا بكم أهلا بكم كل السادة المشاهدين أهلا بك يا فاند لم شفت إزاي نتائج الفرق المصرية على مستوى الكرة الأفريقية في الفترة اللي فاتت كتعاملة إزاي؟ طب الحضراتكم تقريبا في الكلام اللي قلتوا أو جزتوا المشكلة اللي احنا موجودين فيها الحقيقة الفرق المصرية زي ما كنا نعارفين لحد في سواء في الكنفيدرالية أو في دور أبطال أفريقيا الكنفيدرالية طبعا في ويتشر وبراميدز وفي دور أبطال أفريقيا لأهل والزمالك لعبوا لحد الآن 11 مباراة أو 10 مباراة على اعتبار أن بيراميدز وفيوتشر لعبوا مع بعض يعني لنا أن نتخيل أنه من 11 مباراة أو من 10 مباراة فوز أول فوز كان أمس فوز بيراميدز على إسكواكار اللي تجول الفريق اللي هو طبعا أضع في فرق المجموعة الفرق المصرية لم تكن قد سجلت أي فوز أو انتصار في هذا المصر في دور أبطال أفريقيا الفرق المصرية لم تسجل أي انتصار الأهل والزمالك زي ما حضرتكم قلتم طبعا دي الحياة نتائج مخيبة للأمال جدا خاصة في دور أبطال أفريقيا اللي بطبيعة الحال الأندي المصرية وفي مقدمة الأهل والزمالك يعني بيسيطروا على الأمر وخاصة لأهلي اللي يعني متعود طبعا دايما بيصل للأدوار النهائية الحياة زي ما قلت لحضرتكم إنه الأهلي صعب موقف وزي ما حضرتكم قلتوا الأهلي موقفه صعب جدا 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 وتقريبا الأهلي هيلعب القطن هنا الأول هيلعب القطن الأول في مباراة المؤجلة عشان كسل عالم الأندية والمباراة دي إحنا يعني كنقاد وركاب ناخدها فور جرانت زي ما بقولوا يعني الأهلي لازم يفوز هيلعب على أرضه والقطن زي ما أنتم عارفين هو متزايل للمجموعة فطبع الأهلي لازم يفوز الأهلي لو لا قدر الله خسر نقطة بس قدام القطن كده بره يعني بس طبعا الأهلي يفوز وزي ما حضرتك قلت أستاذة بسانت أنه في مباراة سانداونز الأهلي لو خسر حيبقى رسميا أو شبه رسمي خارج المنافسة لازم يأخذ نقطة منه لأسف الشديد كل حظوظ الأهلي والزمالك السنة دي كلها مرتبطة بأشياء أخرى معقدة اللي أنت قلت عليها نفس الكلام بالنسبة للزمالك والزمالك يعني مشكلته أكبر لأنه كان في شواهد على موضوع الزمالك ومحدش كان بيأخذ يعني باله منها على الأقل بعض الشواهد الرقمية حافين أن الزمالك لعب لحد دلوقتي ثلاث مباريات تخرج بنقطة واحدة وخسر مبارتين الزمالك في الثلاث مباريات زي ما كلنا عارفين لم يحرز أي هدف وده شيء غريب جدا مش بس كده الزمالك في آخر ست مباريات في دور المجموعات لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف يعني أحبتكلم على دور المجموعات السنة دي عنده ثلاث مباريات السنة النسخة اللي فاتت أيضا ثلاث مباريات ثلاث مباريات لم يسجل فيهم أي هدف ومش كده بس إحنا بنتكلم بما معناه إنه المدرب فرير ومدرب يعني بورتغالي متميز وله خبرة طويلة قبل بس من نتجه للزمالك يعني هنحلل بالتفصيل إيه اللي بيحصل مع لدي الزمالك لكن خلينا نرجع تاني للأهلي ونعرف بس نفهم إيه اللي حصل يعني هل النهاردة سبب تأجيل مبارات الأهلي والقطن ده هو ده اللي خلى أو صعب الموضوع على الأهلي هل لو كان لعب المبارات في وقتها كان الموضوع كان يبقى أسهل نقاطك تتبع أفضل كان هيفوز هو طبعا المبارات القطن تأجلت لمشاركة الأهلي اللي كانت غير مدرجة أساسا في كأس العالم للأندي حافين أنه الأهلي شارك في كأس العالم للأندي بشكل استثنائي هذه المرة على أساس أن الأهلي هو وصيف دوري أبطال أفريقيا فبالتالي الاتحاد الأفريقي أجل المباراة بتاعة القطن فالأهلي لعب الأول مباراته الأولى وللأسف خسر مع الهلال السوداني في السودان وبعدين الأهلي لعب سان داونز فينا ومباراة إحنا كلنا شفناها وكانت مباراة في متناول الأهلي نعم كانت في متناول الأهلي الأهلي عاد ونتيجة 2-1 والغريب جدا يعني طبعا فضع 20 دقيقة وبتلعب على أرضك وبعض الجمهير موجودة وبالتالي كان بالإمكان أو كان بالمقدور أنك تحافظ على النتيجة على الأقل وتخرج بثلاث نقاط كانت تعدلت الآن الأهلي هيلعب القطن في المباراة الموجلة وبعدها بأربعة أيام حيسافر لسان داونز ويلعب المباراة إحنا بنقول إذا الأهلي طبعا عايز يستمر فإحنا بنقول أنه مجازا الأهلي لازم يفوز على القطن القطن متزيل المجموعة والأهلي بيلعب على أرضه ووسط جمهيره ومباراة في المتناول نظريا طبعا قدم فيها كل حاجة ولكن الثلاث نقاط دول الأهلي لازم يخدهم ومشهده بس يعني يخدهم ويروح صندوق ونزل ما يتغلبش الأهلي لازم ما يتغلبش في صندوق لازم ما يتغلبش في جنوب المدير الفني ندى الأهلي حساباته وخصوصا المنتخبات الأفريقية لها حزة مختلفة عن باقي الفرق الأفريقية المدير الفني الأهلي يعني هو بدأ إحنا عافين أنه لما راح كأس العالم الأندية كان عنده 12 يوم مباراة ولم يخسر أي مباراة وكانت الخسارة بدأت في كأس العالم الأندية حتى بعد كأس العالم الأندية طبعا الأهلي مرة تانية خسر أمام الهلال السودان الحقيقة ليس من مدرسة أنه ننتقد تشكيل الحكم بعدما نعرف النتيجة ليس من مدرسة دي خلص لكن المدير الفني الأهلي وإن كان الأهلي ينقصه دايما والجمهور وحتى المسؤولين في الأهلي يعرفوا هذا الكلام الأهلي ينقصه مهاجم هدف وكل مصر عارفة كده وكل جمهور الأهلي أو كل الناس ولكن في الوقت المدرب عنده من الأدوات ما يجعله أنه يستطيع أنه يصوب الأمور سريعا يمكن كلر نفسه قال في أحد المؤتمرات الصحفية من قبل هو عايز طلب يكون فيه مهاجم ليه هجام صحيح فالأهلي بالوضع الحالي عنده أيضا من الأدوات ما يستطيع أنه يصوب الأمور فريق سانداونز فريق قوي جدا نحن نلاعب القطن هنا الأهلي يستطيع أنه حقيقة على الورق أنه يحصد الثلاث نقاط ولا مجال تاني غير الثلاث نقاط في سانداونز دي مباراة الإرث الكراوي ومباراة الفرق الكبرى اللي بتواجه بعض سانداونز لعب مباراة ممتازة جدا هنا ضد الأهلي واستطاع أن يسجل هدفهم واستطاع أن يخرج بالتعادل الأهل أيضا قادر على أنه يفعل نفس الشيء في جنوب أفريقيا بالنسبة لنادي الزمالك موقف صعب آخر يعني هزائم متتالية ممكن هل فيه فرصة لنادي الزمالك أنه يبقى في هذه البطولة؟ الحقيقة طبعا الزمالك أزم نفسه بنفسه الزمالك عنده المباراة جاية بعد المباراة اللي السيد بساند قالت عليها بعد تدور الأهلي هي لعب الترجي وفوز الزمالك على الترجي في القاهرة ليس بالشيء الخيالي يعني خلينا نقول الزمالك فريق كبير آخر ثلاث مباراة مع الترجي قبل المباراة اللي خسر فيها مؤخرا في هذا الزمالك كان متفوق الزمالك كان متفوق على الترجي في كأس الصوبر من أحد الثلاث مباراة اللي أقيمت في قطر والحقيقة يعني لا يجب أن احنا برضو نقلل أو لا ننظر باحترام لتاريخ الزمالك فيما يتعلق بالبطولات الإفريقية ورغم ذلك إحنا لما بنقول الأرقام اللي هي بتاعت زمالك لأن شيء لافت أنا بالنسبة لي حتى لما بصيت على على الأرقام يعني أنا فجئت إن زمالك تسع مباراة متتالية لم يفز في دور المجموعات تسع مباراة متتالية يعني الثلاثة السنة دي الثلاثة الموسيقين الثلاثة آخر ثلاثة الأجتاءة إحنا بنتكلم يعني لو أي حد في الجهاز المشرف على الكورة في الزمالك ويعني شاب محترم أمير مرتضاء يعني لو كان يبص في البداية لا إحنا عندنا مشكلة تسع مباراة منهم ست مباراة آخر ست مباراة الزمالك لم يحرز هدفاً واحداً آخر ست مباراة في دور المجموعة فإنت عندك مؤشرات إن أنت عندك مشكلة في الحتة دي فكان يجب أنه البناء على هذه المعطيات في أنه أنا هعمل إيه أنا كمشرف على الكورة أو كرئيس للجهاز الكورة في نادي الزمالك وما إلت ذلك الزمالك الحقيقة يعني المفاجأ أيضاً أنه الست مباراة اللي لعبهم في دور المجموعة مع فريرة لم يسجل لم يفز ست مباراة ثلاث هزيم وتلاث تعادلات وده بالنسبة لي شيء غريب طيب إحنا هنا المشكلة فين يعني هل المشكلة هنا في المدير الفني المشكلة لا المشكلة المشكلة إنه الآن لو إحنا خدنا السنة دي على سبيل المثال إحنا دلوقتي إحنا مش هنربط الستة التانيين مع بعض عندنا مشكلة السنة دي الزمالك لم يسجل التغييرات ما بين المديرين الفنيين هذه مشكلة واضحة جداً تلت مباراة 93 بـ 270 دقيقة الزمالك لم يسجل هدفاً أدي أول مشكلة أول مشكلة للزمالك أنه لم يسجل ومش كده وبس أنا عندي المشكلة دي بيأيدها كمان التلت مباراة اللي السنة اللي في النسخة السابقة مع نفس المدرب الزمالك لم يسجل اللي ينقص الزمالك إذا أنا شايف على مستوى دوري أبطال أفريقيا إنه الزمالك يسجل إنه عندي مشكلة تهديفية أمام الفراق الأفريقية وأيضاً أنا عندي عقدة لازم أتخلص منها أنا مش معقول إنه قبل مباراة الترجي وكل هذا الاستقطاب وكل هذا السجال وأنا رايح ألعب الترجي في تونس وأودير حملة إعلامية رسمية من قناة الزمالك الرسمية إنه أنا رايح أفوز يعني مش أفوز بس وللأسف إنه كان فيه استقطابات يعني برنامج كل حياة أكبر من ذكرها في هذا المحفل يعني لكن أنا كواحد متابعك أنا يعني قادر أقول إنه عندي شوية خبرة في مجال أنا قلت الزمالك الزمالك مش هيعمل حاجة لأنه أنت بتمهد له أن يتغلب طب برغم ده هل الزمالك قادر إنه هو في الثلاث مباراة الجايين يحقق الفوز؟ خلينا نبدأ بالترجي آه الزمالك قادر يحقق أنا شايف أنه الزمالك يستطيع أنه بالوضع الحالي يستطيع أنه بس طبعا لازم يشوفوا إيه المشكلة اللي عندهم مشكلة الزمالك الأولى لآن الزمالك لا يسجل في دور أبطال أفريقيا الزمالك لا يفوز في دور المجموعات في دور أبطال أفريقيا لازم يعرفوا الكلام ده قبل منذكرهم به أنه عنده تسع مباريات في دور المجموعات لم يحقق أي انتصار تسع مباريات متتالية نادي الزمالك العريق تسع مباريات متتالية في دور المجموعات مباراة الترجي ستكون العاشة ويجب على الزمالك أو لعبة الزمالك أنها تعرف هذه المعلومات وتعرف هذه المعطيات عشان لما يخش المباراة يبقى هو عارف مش أنه أنا بعرفه معطيات أنه لما يروح تونس وطبعا تونس دولة شقيقة والشعب التونسي يعني من حب الشعوب لأقلوبنا وإحنا كلنا كمصريين مفهنين على كل الشعوب العربية لكن مش ممكن أعمل استقطاب ده حتى لو كان في الطرف الآخر فيه يعني هناك من هو مستعد أو من هو يعني يبدأ بالاستقطاب مصر دولة كبيرة ومصر دولة جميلة وكلما بيجي مصر الحقيقة بيلاقي أشياء جميلة حصلت أكتر وأكتر يعني طب مشاركات فيوتشر وبيراميدز في نفس البطولة طبعا يعني وجود فيوتشر بيراميدز بيراميدز فايز مبارح مع بعض طبعا ده أول فوز بقى في الـ 11 مباراة اللي حتكلمنا عليكم يعني ده أول فوز السنة دي لأي نادي مصري على اسكوا كار كارا الفريق تيجوري اللي هو يعني مش عايزين نقال الانفلوس بسهولة أضعف فرق المجموعة فواحد صفر على في مصر وكل فريق لعب ثلاث مباراة المشكلة أنه هما ما كانوا محظوظين الحقيقة بيراميدز كان المفروض يفوز بنتيجة أكبر؟ لا مش يفوز بنتيجة أكبر هما مش محظوظين نقع مع بعض لأنه لأنه وجود بيراميدز مع فيوتشر في نفس المجموعة خدم الجيش الملكي والجيش الملكي نحن عايزين نفكر الناس بس أنه من أكبر الأندية المغربية يعني في العشرين سنة اللي فاتت النادي تراجع بشكل عام لكنه الآن هم حطينه مكان نادي بوركان الجيش الملكي قادم بقوة الحقيقة في مصدر طبعا الدوري المغربي حاليا وعمل نتائج وهم يعني بيعيدوا النادي هذا للوجهة ونادي من الأندية الكبرى الآن وجود بيراميدز وفيتشر مع الجيش الملكي لم يخدموا بدليل أنه بيراميدز وفيتشر نفسهم لما لعبوا بعض تعادلوا لما تعادلوا مع بعض تعتبر مباراة على أرض واحد فيهم اللي يتعادلوا لأنهم هلعبوا في مصر هلعبوا زهابوا وعوضوا في مصر لما تعادلوا المباراة الأولى التعادل ده بيصبوا مباشرة في المصلحة يعني خليني أقول كمان أنه مش بس الجيش الملكي يعني إحنا متابعين وشايفين الاهتمام الكبير الموجود للنشئين الموجود للأندية ده نعكس على المنتخب المغربي وشايفين أداءه وعمل إزاي طبعا لأن المنظومة الحضرك بدأت مع نفس المصطفى بدأت بمنتخب الشباب هي منظومة متكاملة أنا كمتابع للشأن الكارول لا أستطيع أن أفصل حتى خروج منتخب الشباب بهذه النتيجة بما يحدث مع الأندية المصرية في دورة أبطال أفريقيا هي نفس المنظومة صحيح أن ده إدارة اللي بيدل الأندية لكن ده يبال فريق الأول كمان لكن هي نفس المنظومة والمنظومة بتؤثر في بعضها وتتأثر من بعد أما الحياة منتخب الشباب طبعا أنا مش عايز أقول أنه الهزيمة في كرة القدم وخاصة على مستوى المنتخبات هي بالنسبة للمصريين اللي هم مرتبطين أو بلدهم بيحبوها وخاصة المصريين بيبقوا خارج مصر بتأثروا أكتر بالموضوع لكن احنا بنقول أن الدنيا مش أن الدنيا انتصارات لكن أنا بقول أن لأ في شواهد أكبر من الشواهد الفنية فيما تعلق بمنتخب الشباب هي اللي بتقلقني أنا كمصري ما بيفهمش في الدنيا شوية صغيرين في الكرة يعني أنا مليش في السياسة مليش في الاقتصاد مليش في العلم الاكتماع أنا بعرف شوية في الكرة لذلك أنا بتأثر لما أشوف مجمل المنظومة مش مشي بطريق كويس وبعدل لما بتنزل مصر بتشوف بتمشي في كل طريق بتلاقي أن آخر الطريق ده في حاجة بتنبط بالحياة صحيح مصر كلها بتمشي في أي حتة دلوقتي في شيء بينبط إلا في كرة القدم لا يوجد شيء ينبط بالحياة آخر دقيقة معانا كابسولة سريعة ورشدة لكل هذه الإخفاقات واحد اثنين تلت اربعة بالنسبة للأهل الزمالك منتخب الشباب الأهل يجب أن يعود سريعا وقدر على ذلك البداية مع مباراة القط الأهل لا يجب أن يخسر من سانداونز أهل إذا أراد أن يكون أنه فريق ونادي القرن لا يتعادل فقط مع سانداون بل يهزم سانداونز بالنسبة للزمالك الزمالك لازم ياخد باله أنه عن أن المباراة اللي جاية هي المباراة العشرة من خلال برنامجه دي المباراة العشرة في دور المجموعات لا يحقق أي انتصار ولم يسجل أي هدف في آخر ستة مباراة لازم يشوف حل الزمالك بالنسبة للمنتخب الشباب لا نقول اتحاد الكرة يعني معلش النظارات لن تنفع الكرة المصرية المنظرة لن تنفع الكرة المصرية عايزين تخطيط وعايزين شيء علمي ودير الكرة المصرية شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالعزيز عبو حمر النقد الرياضي على كل هذا الشرح وكل هذا التحليل شكرا لنورتنا في النفذة شكرا لنورتنا شكرا لنورتنا